أخذ السائل يقول إذا شفعت لشخص ليحصل على عمل وتم قبول الشفاعة وتقديمه على غيره في هذه الوظيفة هل هذه شفاعة حسنة؟ إذا طلبت أن يقدم على غيره هذه شفاعة سيئة إذا طلبت أن يقدم على غيره من المستحقين هذه شفاعة سيئة هذا ظلم أما أنك ما طلبت هذا قلت وضفوه ولا تسببوله ولا فهل لا بأس به نعم في الجملة